السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو جديد النهاردة جماعة يكون فيديو بتاعنا عن تليفون سامسونج ايه 24 بعد التحديث لوجهة جديدة وانيو اي 6 وهنشوف التحديثات اللي وصلت مع الموبايل بعد ما حدسناه يلا نبدأ على طول الفيديو بتاعنا عشان ما نضايق عشو وقته طبعا جماعة اول حاجة هتقابلنا ان انت هتلاحظ ان فيه سلاسة كده فيه استخدام التليفون هتلاقيه اسرع وهتلاقي يعني الانيميشن بتاعته بقت احلى بكتير والتليفون بيتحرك بسهولة اكتر يعني كمان هتلاحظ ان انت لما تفتح التليفون وتقفله بالضغطتين اللي على الشاشة دول هتلاقيهم بقوا اسرع من الاول اما افضل حاجة هتقابلها في السامسونج 24 بعد التحديث الجديد للوجهة الجديدة وهي شكل استطارة او شريط التحكم ده هتلاقيه تغير بقى شكله احلى بكتير من الشكل اللي قبل كده اللي هو بتاع وانيو اي 5.1 هتلاقي ان الترتيب بتاع الايكونات هيبقى شكله احلى الواي فاي والبلوتوز بقت فوق كده قدامك تقدر توصلها في اي وقت يعني هما سامسونج هتطولك اكتر حاجتين انت ممكن تحتاجهم وعايز توصلهم باسرع وقت يعني فهتطلك الواي فاي فوق والبلوتوز جنبيها بعد كده هتنزل هتلاقي الشريط الجميل او المترتب بشكل رائع جدا اللي فيه ادوات التحكم بتاعتك بعدين على طول هتلاقي فيه شريط السطوع واللي تقدر تعلي وتوطي الاضاءة زي ما انت عايز كمان تحتيها على طول درع راحة العينين والوضع الداكن برضو عشان لو بتحب بتفعل الوضع الداكن بسرعة فبتقدر توصله من عن طريق الشريط ده تحتيها على طول فيه السمارت فيو او عكس الشاشة على التلفزيون لو انت عايز تعرض شاشة التلفون على الشاشة بتاعتك وكمان التحكم في جهاز لو انت هتحتاج تتحكم في اي جهاز في البيت عندك عن طريق التلفون فالوجهة الجديدة بصراحة اتحدست بشكل رائع جدا وزي ما نشايفين الشكل بقى احلى بكتير بعد كده كمان بتقدر تعدل على الشاشة ده يا جماعة زي ما انتوا عايزين لو دست على علامة القلم اللي فوق دي هتلاقي قدامك هنا الاختيارين دول اللي هو الست ايقونات اللي بيبقوا موجودين فوق اللي هما دول اللي هما دول تقدر تعدل فيهم وكمان الوجهة اللي في الجنب دي اللي هي بتاعة القيمة دي اللي في المربع اللي في النص ده يعني تقدر تعدل على الايقونات اللي فوق الستة اللي موجودين دول وتقدر كمان تعدل على المربع ده وحوريكي ازاي هتبدأ الاول نغير في الست اعدادات اللي فوق القوائم اللي فوق دي لو دستنا على تعديل كده هتقدر تحط القيمة اللي انت محتاج هتوصل لها في ست ايقونات فوق همت اللي هما موجودين فوق تقدر تضيف القيمة اللي انت عايزها الخيار اللي انت محتاج له بسهولة جديدة جدا كل اللي هتعمله ان انت طبعا انت عندك موجود الواي فاي والصوت والكشاف والبلوتوس وبيانات الهاتف ووضع الطيران لو محتاج تشيل اي واحد من دول هتدوس على علامة الشريط الاحمر ده وتبدأ تدوس لو عايز تزود اي ايقونة من دول انت محتاج مثلا السمارت فيو مثلا هتدوس عليها مع استمرار وتطلع بيها الفوق كده وتسيبها كده خلاص انت زبط بتعدل بقى بالطريقة دي مع اي حاجة من دول وتقدر تعدل ترتبهم زي ما انت عايز بعد كده القيمة اللي في الجانب اللي هي اللي قلنا عليها اللي في النص دي تقدر تغير القوائم او الخيارات الموجودة دي تقدر تلغي اي حاجة من دول ما انتش عايزها تبقى موجودة زي مثلا ده بتدوس على علامة الحمرة كده ينزل تحت هنا او ان انت تضيفه تاني بالشكل ده لو عندك حاجة موجودة في ايكونات موجودة هنا عايز تضيفها مع القيمة دي لو موجودة هنا هي هنا من ضف كل حاجة فانت لو عايز تضيف اي حاجة هتدوس عليها زي ما عملنا دلوقتي زي ده مثلا وهنلغي ده كده مثلا وده يعني هنفترض ان فيه هنا ايكونات عايزين نضيفها كل اللي هتعمله هتدوس عليها كده وهتدوس كمان مرة وكمان مرة وتعمل تم كمان في حاجة حلوة جدا موجودة في الوصول الفوري للضبط السريع الخيار ده جماعة ممتاز جدا لو دست عليه بالشكل ده واتفعله بالشكل ده كل اللي هتعمله ان انت بدل ما بتنزل مرة بالسطارة كده وترجع تنزل كمان مرة علشان تجيب بقية القيمة انت ممكن تجيب بقية كل القيمة لو دست من جهة اليمين كده يعني بدل ما بتنزل مرتين كده عشان تجيب القيمة مرتين بالشكل ده كل اللي انت هتعمله من جنب اليمين ده وتنزل بالشكل ده هيطلع لك القيمة كاملة بدون ما تنزل على مرتين طبعا هنا موجود التحكم بالسطوع لو دست عليه بالشكل ده تقدر برضو تخصصه انك تخليه اظهار عند توسيع اللوحة السريعة او عرض دائم بمعنى ان انت تقدر تنزل مرة كده هتلاقي التحكم بالسطوع ظاهر قدامك كده تقدر تخفيه لو عايزه يظهر لما تنزل مرة تانية تقدر تغيره من الخيار ده اللي هو التحكم بالسطوع لو عملنا اظهار عند توسيع اللوحة ونيجي ننزل كده مش هتلاقي التحكم بالسطوع ولازم تنزل كمان مرة عشان تلاقيه لكن انا بحبه دايما موجود عرض دائم كمان اضرار التحكم في الجهاز واخراج الوسائط اللي تحت دي اللي هي الموجودة دي اللي هي دي يا جماعة انك برضو تخليها زي شريط السطوع اظهار عند طي اللوحة السريعة او عدم الاظهار لو مش عايزها تبان خالص كمان حاجة حلوة جدا يا جماعة موجودة في التحديث الجديد وهي في شاشة القفل لما تدوس على شاشة القفل دي وندغط على شاشة القفل زي ما انت شايفين يا جماعة التحديث الجديد انك تقدر تصغر حجم الساعة تقدر توديها المكان اللي انت عايزه يعني الاول ما فيش الكلام ده يعني كانت تقدر توديها فوق او تحت او كده لكن تكبرها او تصغرها لكن ما كانش ما ينفع ان انت تجيبها في اي مكان في الشاشة كده وكمان زي ما انتوا عارفين ان انت تقدر تغير اللون بتاع الارقام بتاع الساعة بالشكل اللي انت عايزه وتقدر تختار الشكل او النظام بتاع عرض الساعة بالشكل اللي نسبك انت بس يا جماعة ودي كانت اهم المميزات او اهم الحاجات اللي وصلت مع التحديث الجديد لجهاز سامسونج جالاكسي اي اربع وعشرين اه فايف جي مع الوجه الجديد واني واي ستة اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ماكنش طولت عليكم ان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع فيديو جديد شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته